ينضم إلينا مباشرة من بغداد عضو مجلس النواب عن محافظة النجف عبود العيساوي سيد عبود أهلا بك شكرا جزيلا لوجودك معنا يعني كيف جرت عملية سرقة 750 طن من الحنطة هل هناك معلومات بهذا الخصوص يعني أنتم كنواب في مجلس النواب تلقيتم تفاصيل حول ما حصل نقضع الخط أسمعك جيدا حياك الله أولا هذا الإجراء حقيقة صار من قبل الأخ الوزير السابق بتشكيل جرد مفاجئ لعدد من السائلوات من أجل تصفيرها يعني هذه خطوات متبعة في كل سنة تصفر هذه المخازن حتى تستقبل المحاصيل الجديدة اللجنة تشكلت لسائلو النجف الأفقي ومن خلال هذه اللجنة توصلوا إلى اكتشاف أنه هناك 752 طن مفقودة قياسا للمدخلات مدخلات الحاصل الذي دخل السائلو ومخرجاته الحقيقة هذه الأرقام هو رقم كبير قياسا للمتبع لأنه يجب أن نكون دقيقين هذه المحاصيل بالنسبة للحنطة عندما يتم استلامها استلامها يضمن نسبة من الرطوبة ما يقارب 12 أعلى نسبة هي 12% عندما تخزن في القباب أو المثقفات أو الساحات أكيد هي ستفقد جزء من المحتوى المائي في كل حالة هو لازم أن يكون نقص وهذا متبع لكن النقص ليس يكون بهذا الحجم تقديرا عندما اللجنة مارست عملية التصفير بحضور اللجنة بالرقابة المالية والتجارية ومسؤول السائلو والمسؤول عن الاستلامات ولجنة التصفير والمناء المخازن أستاذ العزيز هذا الموضوع تجاوز ما تتفضل بالإشارة إليه بدليل أن دائرة الرقابة بوزارة التجارة أقرت أن هناك سرقة 750 طن حولت الأوراق للنزاهة هل هناك متورطون أنت كنائب في البرلمان هل لديكم شكوك حول المتورطين نعم اللجنة منتشكلت ووضعت يدها على هذا النقص في هذا السائلو طبع أعدت تقرير ورفع للسيد الوزير السابق وتم إعفاء مدير السائلو وإعفاء مناء المخازن وبالتالي حيلت إلى النزاهة لتأكيد أنه كيفية هذا النقص حدث في هذا السائلو بهذه الكمية الكبيرة ولكن ما زال من المسؤول المباشر كيف سرقت هذه كيف حولها هناك من يقول بأن الطيور أكلت هذه الكمية الكبيرة من الحنطة أستاذ من الأسلو لا لا هذه طرفة وهذا غير دقيق لأنه هذه الكميات التي ثبت فيها النقص هي داخل القباب أو ما يسموها البنزات يعني بعيدة عن غير مكشوفة حتى تأتي الطيور وإن أكلت الطيور فلا تأكل بهذه الأحجام بهذه الكميات هذا ليس دقيق إنما نقول للأمانة أن الكميات يحدث فيها نقص والدليل نفس اللجنة لمن أجرت جرد على المثقفات وأجرت جرد على الساحات التي فيها مخازن هناك نقص لكن هذا النقص مقبول في قياساتهم مقبول لما نكون في عدد مقبول لأنه الفقد الماء والشوائب وتأثيرات أخرى وضحت هذه الفكرة لكن بهذا الحجم نعم بهذا الحجم هناك تقصير وأياد معينة قد لعب الدور في عملية السرقة نعم وللأمانة هناك حالات مشابهة حسب ما وصلني في سائل الرفاعي في محاوظة الناصرية الذقار هناك حالة مشابهة يعني عملية فقدان كميات يقال أن هناك ملفات يقال أن هناك ملفات أخرى ربما ترتبط بمحاصيل أخرى يعني الشلب وبقية المحاصيل أليس كذلك؟ هل لديك معلومات بهذا الخصوص؟ قد يكون قد يكون ذلك قد يكون ذلك يعني من خلال اللجان لجان التصفير للمحاصيل يعني إذا مخازن الشلب أو الحنطة أو الشعير قد يكون لكن أنا قلت هناك مسموحات في الأوزان وضحت هذه الفكرة المسموحات لكن من تجاوز المسموحات من تجاوز المسموحات تثير الشك نعم تفضلت بأن هذه الكمية كبيرة كبيرة وتثير الشك كبيرة تدل على هناك تثير الشك نعم ما زالت نعم من بإمكانه أن يقوم بعملية سطو من هذا النوع على سائل وبهذه الكمية الكبيرة لابد أنها جهة تمتلك نفوذة ليس كذلك هذا ما نستطيع نحدد الآن لأنه ما زالت الملف محال للنزاهة وبالتالي سيحددون من المتورط بهذه العملية هل هناك تسريب لحمولات معينة من الحنطة هل هناك في عملية الاستلام كانت هناك أرقام معينة ودخلت وخرجت في نفس الوقت من السيارات التي كانت تحمل هذه الكميات من الأطنان هذا الشيء هو خاضع للتحقيق وبالتالي التحقيق سيثمن حتى المبالغ هذه الخسارة التي تحدث يضمنها على التي تثبت عليه عملية السرقة أو التورط بهذه الحالة في هذا السائل أو سائلوات أخرى انحدثت في عموم البلد نعم من بغداد وضو مجلس النواب عن محافظة النجف عبود العيساوي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك